بعدما كشفته وثائق فندورة ما المطلوب من الحكومة اللبنانية؟ تقرير زينة بسيل شمعون تفوق لبنان على كل الدول المعنية بوثائق فندورة باحتلاله المرتبة الأولى في عدد الشركات العابرة للحدود بحسب المستندات المسربة من شركة ترايدن ترست المصدر الأساسي لهذه الوثائق معظم هذه الشركات التي بلغ عددها 346 شركة تحوم حولها شبهات عن تأسيسها في بلاد الملاذات الضريبية لتهرب الأثرياء من سياسيين ومصرفيين وكبار رجال الأعمال من القانون الضريبي رغم تجارة دولية أكثر من نصفة يأتي عبر الشركات الأوفشور المسجلة أكتريتها يمكن بجنة ضريبية بنفس الوقت من جهة تانية منشوف مثلا بآخر 15 سنة أحداث مثل إفلاس شركة أنرون أو مثلا البنزي سكيم تبع برني مادوف بالولايات المتحدة وحتى إفلاس الدولة اليونانية كان أحد أسبابه هل الأطر القانونية هل جنات الضريبية اللي هي فيها كانت شركات أوفشور وبالتالي ممكن استعمال شركات الأوفشور كمانا لأهداف غير مشروعة عالميا سارعت الشخصيات المتهمة بنفي تورطها وباشرت حكومات بلادها التحقيق المالي للتأكد من شرعية هذه الشركات في لبنان أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا مفصلا أكد فيه أن التطقيق في أصول ثروة عائلة ميقاتي خدع لمراقبة الهيئات والكيانات مما يثبت أن مصدر الثروة موثق جيدا وهو قانوني وشرعي بدوره رئيس الحكومة السابق حسان الدياب فند في بيان ما صدر في وثائق تندورا مؤكدا توليه إدارة شركة E-Future Tech Services وتأسيسها عام 2015 واستحواذه على 17 سهما من ملكيتها ثم الاستقالة وتنازله عن أسهمه عام 2019 بعدما أصبحت هذه الوصائق في متناول الرأي العام وإحالة بعض حكومات الدول لها إلى القضاء ما المطلوب من الحكومة اللبنانية اليوم على السلطات القضائية أن تقوم بواج بيتها وتطلب معلومات تتعلق بتلك الحالات وتشتغل شغلة لا تشوف إذا مصادر هالإرادات مشروعة أو لا هل فيه تهرب ضريئي أو لا هل فيه تبييد أموال أو لا السلطة القضائية عندها دور حتى الحكومة عندها دور وزارة المالية عندها دور بالتطقيق الضريبي وزارة العدل بإحالة هال موضوع إلى السلطة القضائية والحكومة بشكل عام عليها أن تنشئ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصائق بندورا هذه امتحان أيضا في مسار حكومة الإصلاحات ومكافحة الفساد فهل ستثبت شفافية في التعاطي معها وترك العدالة تأخذ مجراها أم ستتم اللفلفة على الطريقة اللبنانية المألوفة